قبل ما نتكلم عن الزمن والتفاصيل فأنا شايف أن العنوان الذي عنونا له لهذه المناظرة يعني ما محل الاتفاق بل محل كذب فعمر عبد الله لا يمثل داعش فإذا به يتفاجأ بإعلان في الفيسبوك والواتصاب وغيره أنه في مناظرة بين ممثل داعش وممثل السلفيين فما عارف مفترض أن الأمور التي سنتحل فيها بجميع الصدق الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة هجينا هنا عشان كلام في العقيدة الدموراطية يزول بعرف عنها وإنها داعش عمر ما داستي أصح بيتكلم عنها في المسجدين حقا أن نحضر أصلا ما عنده احتراض فيها ولا عنده مشكلة علىها صح الله ما صح يا شك عمر صح مش ما عنده مشكلة فيها دقيقة 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 جماعة لا لا دقيقة أنا حضر طليل وحضر طليل المسجد حضر طليل المسجد دقيقة أسمعني لا ومزمل مزمل فقيري حتى ولو قال أخطأ قبل كده ويحترى بخطأ وغيره دحية ثانية هو منتسب الاستلفية ينقره تنقرينك سلفيه والمسجد يلا نحضر أنا غيته أنا واحد من الناس أسمعنا يا جماعة دقيقة الله أكبر كبير وحمد الله كثير الآن تتناقشون لنا تغنعون بداعش حق لأننا نتبع بالكتاب والسنة داعش لا حق لأننا نتبع بالكتاب والسنة ولا أنا ماشي طوال هذا اسم عمر عبد الله طه خلاص هذا هو الطلب المناظر هو البدع لداعش في البلد كما اعترفوها للمنطقة الآن وشاهدوا من أهلها من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا